أكدت لجنة النفط والغاز النيابية أن وزارة النفط الاتحادية تكبدت خسائر فادحة جراء تعليق تصدير نفط إقليم كردستان أعضاء في اللجنة ذكروا أنه لو كان إقليم كردستان يصدر نفطه إلى الخارج لما كانت هناك حاجة لأن ترسل بغداد أموالا إلى الإقليم إضافة إلى أن إيرادات كردستان كانت ستدخل الخزينة الاتحادية وأشاروا إلى أن وزيرين خارجية وطاقة تركيان على اتصال دائم مع الحكومة العراقية وأقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط مؤكدين أن تعليق التصدير مشكلة سياسية لا لوجستية وأضافوا أن أقليم كردستان على استعداد لاستئناف تصدير النفطه وليس لديه أي مشكلة إلا أن القضية الخلافية بين بغداد وأنقرة بشأن مبلغ تعويض العراق من قبل تركيا